أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن اجتماع اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان يجسد التوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأخيه جلالة سلطان عمان حفظهم الله ورعاهما وحرصيما الدائم على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشريقين ومواصلة المسيرة الناجحة لمجلس التعاون الخليجي كبناء فريد صنعته إرادة قادة أجلاء عاملوا ويعملون على رفاهية وازدهار وأمن واستقرار دولنا وشعوبنا أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في كلمته أمام الدورة السادسة للجنة البحرينية العمانية المشتركة التي انعقدت اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان أن هذه اللقاءات الخيرة تأتي في إطار أعمال اللجنة المشتركة لمواصلة استعراض وتقييم مسيرة التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات والنظر في إمكانية فتح آفاق جديدة للوصول بها إلى مستوى التكامل وذلك بما يتناسب مع خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ويمكنهما من مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتتطلب تكثيف أوجه التشاور للتصدي لها وسرعة التعامل معها والعمل على احتواء تداعياتها بما يدعم أمننا الإقليمي وسيادة واستقلال دولنا ويصون منجزاتنا الوطنية وأعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين على جهودهم الحثيثة وحرصهم على بحث كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة ما تم الاتفاق عليه من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات هذا وقد صدر عن الدورة السادسة للجنة العمانية البحرينية المشتركة بيان جاء فيه إنه في ظل توجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان المعظم وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الموفدة حفظهم الله عقدت اللجنة العمانية البحرينية المشتركة دورتها في مدينة صلالة بسلطانة عمان برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطانة عمان ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين وقد استعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وعبرا عن ارتياحهم البالغ للمستوى الذي وصلت إليه وأكدا على المضي قدما للعمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والقوى العاملة والخدمات المدنية والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى وفتح أفاق جديدة تحقيقا لتطلعات قيادتيهما وأمال وطموحات شعبيهما الشقيقين كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجاءت وجهات نظرهما متطابقة حيالها وتأكيدا على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين وقع الجانبان مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات التالية مذكرة التفاهم بين وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان وهيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين في المجال الثقافي مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي بين حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة السياحة وحكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مذكرة تفاهم بين صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بسلطنة عمان والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين في مجال التقاعد المدني برنامج تنفيذي بين حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية وحكومة مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية للأعوام 2018-2021 برنامج تنفيذي للتعاون في المجالات الشبابية والرياضية بين حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية وحكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الشؤون الشباب والرياضة للأعوام 2018-2021 في ختام أعمال اللجنة عبر معالي وزير الخارجية عن شكره وتقديره والوفد المرافق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مقدما الدعوة لمعالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان وأعضاء اللجنة بالجانب العماني لزيارة بلدهم مملكة البحرين لعقد اجتماعات الدورة القادمة في العام المقبل اشتركوا في القناة